المندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية سفير مهند العكلوك أن طلب اجتماع جامع على مستوى المندوبين يأتي في ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين وأشر العكلوك إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع دكسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة الخطوات العدوانية السياسات والإجراءات العدوانية الأخيرة التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجلس الإرهاب المصغر المسمى بالكابينت والذي قرر شرعنة بؤر استيطانية جديدة خمس بؤر تمهيدا لشرعنة 63 بؤر استيطانية والذي قرر أيضا فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني وتحويل المنطقة إلى ما يشبه المنطقة جيم مما يؤدي إلى سيطرة وضم إسرائيل لـ 82% من الضفة الغربية هذه الإجراءات العدوانية التي اتخذتها إسرائيل بالإضافة إلى كيف تعامل إسرائيل الأسرى الفلسطينيين معاملة وحشية عنصرية لا يندى لها جبين الإنسانية فقط بل تذوب الإنسانية حياء من هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل اشتركوا في القناة